والاسم ده هذا على فكرة ده أول مرة التقيت بالدكتور أحمد تايمور كان فيه أمسية في حب يحيى حقي وكانت فيه مكتبت إسكندرية مش عايز أقول من كم سنة عشان أنا ما بقاش كمية دي كان أمسية دي في الأبرة وكان حضرها يحيى بي طبعا أنا اتعرفت عليه أنا كنت طبيب حديث التخرج لكنه كان ياسق فيه طبية فكنت بعلقه وبعد ما يعني أكشف عليه طبية هو يكشف عليه أدبية يعني نقعد بعد كده متحور في الأدب ولما ابتديت تتنشل لحاجات في الإزاعة فكان هو نظره ما كانش بيساعده على الإراءة كويس فكان مستمع جيد للإزاعة فكان دائما ما يستمع إلى قصائدي في إزاعة القرآن الكريم على رأسها يعني نعم على رأسها القصائد اللي كان بتوزع في إزاعة القرآن الكريم اللي كان بتوزع فيه الله طب لسه ما زال عندنا شخصيات طبعا ده الدكتور أسامة الباز اللي يرحمه والفنان صلاح طاهر التشكيلي الفنان التشكيلي كبير الدكتور أسامة الباز لم يكن يترك أمسية ليا دون أن يحضر يعني حيى وكان لما بيحضر كان هو سعيدة مستشار رئيس الجمهورية مستشار السياسي رئيس الجمهورية فكان لما يحضر بتبقى الأمسية يعني مليانة يعني سياسيين ومشؤولين يعني هو لما كان بيحضر بيتم دعوته إلى الصف الأول لكن يقول لا أنا جيت متأخر الزحم يعني كل ده مكاني فكان يقعد في الآخر يعني شوفي تواضع هذا العظيم طب وعلاقة السياسة بالأدب لا هو كان يعني شديد الثقافة يعني كان الثقافة تسمح له بالتعرف على أنواع الأجناس الأدبية والفكرية وكان الحقيقة أنا كنت دايما بسعد بإني بلاقيه في أمسياتي يعني بتواضع شديد كان الحقيقة بيجي ثم بيقول لك ما كانش بيغاء يعني كان لما بيجي متأخر كان يعرف المتأخر في مكان الكرسي اللحق مع أنه كل كان بيتبارف أنه يعني يفضله في الصف الأولى أن يقول لا تي لمسات إنسانية بيقدرها جدا أهلا الأشخاص الأخر فالنمسة الأحتهر طبعا معروفة عندنا هذه الصورة هذه الصورة برضو عاقب أم سيارية في الأبرى فيها دكتور أسامة البياز ودكتور أسامة هيكل أو الأستاذ أسامة هيكل كان وزير الإعلام ومجموعة أستاذ سمح سريت أرحمه أستاذ حمدي كونيسي أستاذ أحمد مهر أتصور أشرف عبد الغفور سهير المرشدي بالزبط دي كانت أمسية تم فيها قراءة أشعارك بأصواتهم شوفي أنا السنة دي حتبقى الأمسية رقم 35 في الأبرى دي حتبقى يوم الثلاثة مايو فأنا كل سنة كان فيه ألية أمسية احتفالية في دار الأبرى مجموعة من الفنانين والإعلامين بيقدموا قصادي دي واحدة من أمسياتي وأصوات إيه بقى يعني يعني الكبار يعني دول مجموعة المثقفين من الممثلين اللي عارفين معنى الكلمة وكيف يتعاملوا معها يقدروا يحسوها ويوصلوها وأمر بعد كده أن يبقى كان ليه كتاب طالع ساعتها اسمه آهات القدس أمر أن آهات القدس تدخل كل بيت جزائري فلما رجعت مصر قلت للنشر بتاعي يطبع عدد كبير من يعني تلبية لدعوة الرئيس بتفليقة يطبع عدد كبير من هذا الديوان وبعتنا فعلا إلى الجزائر تلبية لرغبته الكريمة يعني سفير الكلمة